مرحبا أحبابي كيف حالكم اليوم لدي وصفة جديدة وتحلية جديدة وسهلة للغاية وبسيطة كما تلاحظ لدي تحلية جائعة جدا وراقية أترككم مع المشاهدة في الفيديو وطريقة التحضير نلتقي في الطريقة السلام عليكم مرحبا بكم أحبابي اليوم لدي قناة رائعة سوف أشاركها معكم وهي قناة للطبخ مطبخ أم البرعيم قناة رائعة صراحة فعندما تتقن فن الطبخ أنت حتما تعرف كيف تعد مائدة حياتك وكيف تطهر غباتك متعتك تبدأ بالإعداد للمتعة في حد ذاتها من إحضار لوازم أطباقك ومد مائدة انتدارك لهذا سأترككم مع القناة ومقطع صغير من تحلية لديها في قناتها أتمنى أن تزورونها بسم الله وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام سنبدأ الآن في تحليتنا التي سوف أشاركها معكم لدي فلانك وخضاء كما تلاحظون والساشية ديال السكر فاني هنا لدي اللوز والجوز أو القرقع مطحون جيدا نصف لتر من الحليب ولدي أيضا هولالا أو الكريمة السائلة موجودة في المغرب لدينا الكريمة السائلة أيضا موجودة في جميع الدول هنا لدي السكر الآن سوف أقوم بتحضير التحليم معكم رائعة جدا وراقية صراحة سوف أقوم بإفراغ هذه البودرة أي فلانك وخضاء كما تلاحظون مع السكر الفاني من لديه عقدة سكر الفاني أو عقدة الفاني لا يمكن أيضا استعمالها سستطيع تعويضها بهذا الساشية ديال السكر الفاني بالعقدة ديال فاني وأضيف قليل من الحليب حتى تتجانس لدي البودرة مع سكر الفاني قليل من الحليب عفوا يكون بارد ثم أقوم بتحريكها قليلا حتى تتجانس المكونات مع بعضها لنذهب إلى التحضير لباقي المكونات لدي لهذه التحليم هذه التحليم صراحة تأتي رائعة جدا لن تندم الآن سوف أقوم بإفراغ الحليب المتبقي لدي أستعمل فقط نصف لتر من الحليب كما رأيتم معي الآن سأقوم بإضافة الكريمة السائلة نصف لتر أيضا من الكريمة السائلة لدي نصف لتر من الحليب ونصف لتر من الكريمة السائلة الآن سوف أقوم بإفراغ اللوز والجوز المطحون جيدا ثم سأقوم بتحريك المكونات جيدا كما تلاحظون سأقوم بإفراغه كامل تستطيعون أن تستعملوا الجوز أو اللوز أيضا الأكاجو ما أردتم من الفواكه الجافة ثم سأضيف السكر ثلاث معالق من السكر السكر على حسب كل واحد ثم سأقوم بتحريك كل المكونات جيدا حتى أحس بأن السكر داب معي كاملا لا تنسوا هنا ما زال الحليب لدي بارد سوف أقوم بتحريك كل المكونات والعناصر مع بعضها حتى يدوب السكر جيدا والآن سوف أقوم بإنزالها على نار تكون هادئة وليست قليلة جدا وليست مرتفعة جدا نار متوسطة ثم سأبدأ بتحريكها هنا هذه المرحلة فهي حساسة جدا يجب علينا تحريك جيدا حتى لا تلتصق معنا في الأسفل نظل نحرك لا نتوقف عن التحريك حتى نصل إلى مرحلة الغليان حتى تلاحظون أن السائل بدأ يكون ثقيل معكم قليلا نظل في التحريك جيدا حتى نصل إلى مرحلة الغليان وهنا سأضيف ذلك الخليط الذي قمت بعمله في الأول بودرة الفلان وسكر الفني وقليل من الملح أحركها مرة أخرى ثم سأضيفها على الحليب لدي كما تلاحظون سأضيفها مع التحريك طبعا سأضل أحرك جيدا كما قلت لكم حتى لا تلتصق معي في الأسفل ثم سأتركه يغلي جيدا مع التحريك طبعا وعندما يغلي سأصبه في الإناء المطلوب لدي سوف أقوم بوضع قليل من سكر الكراميل ثم سأصبه في الإناء وأدخله إلى الثلاجة وهذا هو شكلها بعد أن تركتها في الثلاجة لمدة أربع ساعات أو خمس ساعات كل ما تركتها في الثلاجة أطول مدة ممكنة فتأتي رائعة جدا لنصدقوني مضاقها هائل ورائع وأيضا مضاقها لا يقاوم جربوها ولن تندموا إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي أتمنى أن تشترك معي وتفعل زر الجرس في الأسفل بالأحمر حتى تصل بكل جديد وأيضا لا تدخلوا علينا بالإعجاب إذا أعجبكم الفيديو والتعليقات أيضا المحفزة لنا شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة